بالإضافة إلى تلك الوسائل التي اعتمد عليها المنصرون والإمكانيات المزهلة وجدنا أن التنصير قد اعتمد على أمرين أساسين كذلك أولهما المنصرون وثانيهما المؤتمرات التنصرية أما المنصرون فقد كان من أشهرهم في العصر الحديث صامويل زويمر ذاك الذي كان يمثل أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث الذي أسس معهدا باسمه في أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين كما كان من بين أشهر المنصرين في العصر الحديث كينيث كراج الذي خلف صامويل زويمر على رئاسة مجلة العالم الإسلامي والذي قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت وقد كان رئيس قسم اللهوت المسيحي في أمريكا كما كان من بين المنصرين في العصر الحديث لويس ماسينيون الذي قام على رعاية التبشير والتنصير في مصر بل كان أحد أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة كما أنه كان مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في الشؤون شمال إفريقيا أيضا من بين المنصرين في العصر الحديث مستر بن بروز الذي ترأس جامعة بيروت الأمريكية سنة 1948 يقول لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان التي بدأ منهما الاستعمار الحديث إلى عالمنا الإسلامي كما كان من بين أولئك المنصرين في العصر الحديث دون هكري الذي كان أكبر شخصية في مؤتمر لوزان التبشيري الذي عقد سنة 1974 وهو بريتوستانتي وكذلك عامل موشرا في الباكستان لمدة عشرين عاما وهكذا كان أولئك النفر هم أشهر منصرين في العصر الحديث والآن مع العنصر الثاني الذي اعتمد عليه التنصير في العصر الحديث وهو المؤتمرات التنصيرية ونظرة سريعة نقف من خلالها على تلك المؤتمرات فقد عقد المؤتمر في مصر سنة 1906 مؤتمر التنصير كما كان المؤتمر التبشيري العالمي في أدنبرا سنة 1910 وكذلك مؤتمر التبشير في الهند سنة 1911 وحضره زويمر كما كان من بين مؤتمرات التنصير مؤتمر الكنائس البروتستانتنية سنة 1974 في لوزان بسويسرا وكذلك مؤتمر جاكارتا سنة 1975 وقد اشترك في هذا المؤتمر أكثر من ثلاثة آلاف مباشر النصراني وأيضا كان المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي سنة 1980 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المؤتمر العالمي للتنصير بالسويد الذي عقد سنة 1981 تحت إشراف المجلس الفيدرالي اللوثراني وهكذا كانت دورات التنصير في العالم الإسلامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر